اشتركوا في القناة لازم المشهد كشخص يعني منفرد خطأ لازم انت تنظر الى اراء الناس الاخرين حتى تستطيع ان تكون وجهة نظر صحيحة انت لو تطلع على اراء الناس سواء في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في الدواوين لن ترى هناك ولو توجه بسيط في مدح والثناء على الوضع السياسي العام الكل يشتكي من ان الوضع سيء الكويت بتراجع السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة لم تستطع ان تقدم شيء للناس او حتى يعني يشابه بعض طموحات الناس والمجلس التشريعي مع الاسف الشديد مجلس مجمد وبالتالي نتاج كل هذا هو شلل تام لا اي ناحية مجمد سيد مجمد ما يملك صلاحيات شو مجمد لا ابدا لا لا يقدم اي شيء لان الحكومة اصلا ما قاعد تتفاعل معه ولا قاعد تحضر الجلسات وايضا هو المجلس ما قاعد يعقد الجلسات ولو انه هناك وجهة نظر يعني دستورية بانه يجوز للمجلس ان يجتمع حتى بعدم وجود الحكومة والغرض ان المجلسين اللي هم السبب في تحريك الامور السياسية وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة الاثنين غير عاملين مع الاسف الشديد والنتيجة الطبيعية ان يكون هناك شلل عام في البلد تشوفنا احنا متأخرين في كل المجالات وسمي ما شئت من مجالات فامر طبيعي عدم الرضا هذا القائم من قبل الناس لان الوضع سيء انت كاتب تغريدة سيد قبل فترة قلت ان اعمار القصيرة للحكومات الكويتية وعدم استقراره هو السبب رئيسي للتراجع الذي تشهده الكويت في جميع المجالات وليس هنا هذا السؤال وليس في الافق شيء يدلل على ان هذه الحالة من عدم الاستقرار في السطرة التنفيذية سيتغير وعليس يستمر التراجع وستستمر حالة البلد الغير مستقرة ليش تقول شيء سيد من تجربة في سنة 2006 انا دخلت الحكومة فترتها وكنت وزير للتجارة وصدف بعد اسبوع من الحكومة من عمر الحكومة انه كان هناك اجتماع لاعضاء دول مجلس التعاون الخليجي وزراء التجارة لما كنت انت وزير لما كنت وزير في الامارات العربية المتحدة فرحت الاجتماع وبالفعل جميع وزراء دول مجلس التعاون قاعدين بما فيهم أنا منه كان اللي قاعد يمي اللي كان قاعد يمي الاخ وزير التجارة القطري هم ما عندهم تجارة ذيش الأيام كان وزير المالية هو وزير مالية وتجارة اول ما شافني وجه جديد بالنسبة له التفت علي قال لي دكتور يوسف اش كتر احضر بالحكومة قالتها والله ما ادري ليش تسألني قال لان الاخ الوزير اللي قبلك الطويل قاعد له فترة قصيرة وراح واللي قبله سماهم واحد واحد راح انا سؤاله استفزني بينه وبينك كان اسئلة وحضرتك اش كتر صار لك في الحكومة قال عشر سنوات شوف الفرق ان تكون طول سنوات طويلة قاعد تخطط وتنفذ وتفهم استراتيجية الدولة بصورة كاملة وانت تنظر الى ما فعلت بالسابق وتنظر الى المستقبل ماذا ستفعل غير لما تصير في حكومة ست شهر اربعة شهر ثلاثة شهر سنة بالكثير وتطلع ما يصير لابد من استقرار الحكومة والوزراء حتى يقدرون ينفذون شيء على القد وانا اعطيك تجربتي الشخصية انا ترى اربعة تشرب الحكومة بس وطلعت لانه حل المجلس وانا قدمت استقالتي وطلعت اول ما صرت وزيري يتحقل اخوان في وزارة التجارة جمعت الوكل المساعدين والوكيل قلت لهم شنو الملفات الاساسية اللي كان الوزير الطويل ماسكها اللي هو الوزير السابق اللي كان ماسكها حتى انا اكمل عليها اشوف واحد يطلع الثاني ويبتسم قالوا دكتور ماكو شي كذي انت شنو تأمر عليه احنا نسوي ما يصير لازم تكون هناك خطة استراتيجية متكاملة تعمل فيهم وحق خمس سنوات حق خمسة وعشرين سنة قادمة احنا ما عندنا هذا معنا اسف الشدد ولذلك كان هذا رأيه لا عندنا خطة سيدي يعني خطة برنامج عمل حكومة جيد وجدول زمني وقرارات تشريعية شو المشكلة عين المشكلة في التنفيذ في من ينفذ هذه الخطط انت لما انت ايونك ايك مجلس وزراء اليوم بعد ست تشهر او اربعة تشهر او ثمان تشهر او سنة يتغير ويوني وزراء ثانين والبعض مع الاسف الشديد يعني حتى هذه الطريقة ان انا غير الوزراء من موقع الى موقع اخر على قد لان انا مسوت شي يديد هذا غلط انت الفريق الحكومي يجب ان يكون فريق رجالات دولة قادر على اداء وتنفيذ خطة استراتيجية لانك انت في قضية تشكيل الحكومات متقارب يعني ست تشهر اربعة تشهر ثلاث تشهر واحد اش كثير صال لهذه الحكومة انت اقول لي ما صال له ثلاث تشهر الان ستشكل حكومة جديدة تأتي فيما بعد نظام بالبرلماني في اشكالية المجلس في مشكلة الحكومة في مشكلة وين الخلل انا اعتقد بان طريقة طريقة تعاطيننا مع الامور السياسية خطأ المجلس في طريقة اختيار الناس انا اؤكد على ما ذكره سمو ولي العهد في الخطاب اللي قال نيابة عن صاحب السمو الأمير ان الناس هي التي مطلوب منها ان تقدم شيء جيد للبلد من المرشحين حتى يونه هذين النواب على مستوى اداء واعطاء مع الاسف رأيي الشخصي انه ما يأتي الى في الامة في العام الاغلب ليس على المستوى مستوى طموع الناس على القلب فلذلك توصل الى هذه النتائج لانه في النهاية شنو سبب الخلاف اللي يحصل بين الحكومة والمجلس اسلوب التعاطي اسلوب التواصل نزين اذا ربك يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن لا اسلوب الاصراخ ينفع ولا اسلوب الاهواش ينفع ولا كذلك هذا الرجل الدافعار تصير بالنهاية هذا البشر احنا مشكلتنا في التعاطي السياسي مع بعضنا البعض نعم دائما نتبع اسلوب العنف والاصراخ ونعتقد دائما ان هذه المواجهة السياسية بالعنف والاصراخ هي التي تؤدي الى نتائج ايجابية والعكس هو الصحيح انسحاب الحكومة تشوفه كان مبرر ولا لا شوف وخاصة انه كان فيه نوع من الشد والجذب والحكومة رتاعت الانسحاب شوف قوة الحكومة من اين يتأتي من المواجه حتى تثبت انك انت حكو يعني الحكومة قوية نعم الدستور لما انعطى الصراحية للنواب لاستجواب الوزراء ما يات من فراغ نعم يعتقد الحين النائب ان هذا الوزير مقصر لسبب او الاخر حتى لو كان مقصر وقدم استجوابه قوة الحكومة في مواجهة النواب في استجواباته مسئلته البرلمانية الى اخرية ما يصبح الحكومة تنسحب لان ما تبي وزيرها يصعد للمنصة ولنفترض جدلا نعم ان هذا النائب ما ورد في استجوابه خطأ نزيل وعنده من النواب من يستطيع ان يقف معه في طرح الثقة في الوزير ما عليه انا تقدم الاستجواب واذا شف بالفعل هذا التوجه الموجود عند النواب قلت حق الوزير استريح ايب وزير ثاني لكن ممعقول انه في كل استجواب لازم الحكومة تقول والله انا ما اقدر اواجه وانسحب هذا دليل على ضحف وليس دليل على قوة زين سيد قلت انت نائدات الاستجواب دستوريا متاحة لنائب مجلس الامة متى مرتأ استخدامها نعم وطلب الحكومة سحب استجواب النائب مبارك الحجرف لوزير المالية ضرب بالدستور وانكثب القسم الذي نص على احترام الدستور وقوانين الدولة وايضا انت في نفس الوقت يعني كنت تقول ان ان انصح وزير المالي انا ما يسعد الاستجواب ايه طبعا ليش انا اقول لك الكلام اللي قلثتوني النائب عند اعتراض على الوزير من زين وهذا الوزير بالنسبة لبقية النواب او اغلبية النواب غير مقبول لسبب ما غير مقبول الان اذا الوزير صعد امر طبيعي سيكون هناك عشرة سيتقدمون بطلب طرح الثقة ولما ان يصوت على طلب طرح الثقة احتمال يطرح فيه الثقة تطرح فيه الثقة فلذلك افضل شي يسويه رئيس الحكومة يقول له مشكور ما قصرت استريح ييب له وزير ثاني حتى يبطي يعني على اقل التقادير نسحب او او يعني صار مثل الاسفنجة اللي بامكانها سحب هذا العنف اللي قاعد يصير من المجلس يقدر يقدر يهدئ الامور لكن مو بهالطريقة هذه انك انت تقول والله انا ما اقدر اواجه المجلس ابي انسحب وبيستقيل لكن طلب الحكومة اذا صح سحب الاستجوابات شوفه كان غير منطقي ابدا ابدا شوف اكو اشياء يمكن للبعض ما قاعد يستوعبها صح انت لما اي الوزير يقسم بالله اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة هذا الكلام اللي قلته مساعه في التغريدة يعني القرأته من الدستور انه من حق النائب يقدم استجواب انت كوزير ما قدر تتواجه النائب تعتقد انك ما تقدر تواجه تقول يبا انا هذه استقالتي ياسمو الرئيس وانا اتوكر على الله وانت اشوف لك وزير ثاني اما الحكومة كلها تنسحب لاجل استجواب قدم لوزير لانه مقادر يواجه الاستجواب ليش نصحت الوزير بعدم صعود للستجواب لان اعرف النتيجة ايش راح تكون نتيجة محاور للستجواب ونتيجة الاعداء الحكومة او للمجلس لا نتيجة لانه هناك مجموعة كبيرة من النواب هي اكبر من 25 اكثر من 25 نائب نعم عندهم مشكلة مع وزير المالية في تصريحاتهم راح تعرف انزين اوكي وبالتالي اي طلب طرح ثقة في الوزير سيلاقي استجابة من قبل كثير من النواب هالافضل الله حتى لا يكون في موقع طرح الثقة يقدم استقالة ويتواكع على الله هذا الامر الطبيعي ترى هذا مو اول مرصاة نتيجة لعمل المجلس انت قاعد تشوفها يعني ايه عمل المجلس الجستوري ترى لان هذا استجواب جستوري اوكي عدم حضور الحكومة الى جلسات مجلس لما انت بوجهت انتقادات للنواب ومن ضمن الانتقادات اللي انت قلتها يعني عدم حضورها يعني انها لا ترغب التعامل مع هذا المجلس لكن من المخجل اننا لم نرى اي ردة فعل من اعضاء مجلس الامة تجاه عدم التعامل مع هذا وقلت ان هذا التناقض واضح في بعض مواقف مجلس الامة ليش انا اقول لك ابيك تنظر الى اداء كثير من النواب الحاليين اللي كان في المجلس السابق اوكي يدفعون باتجاه انه يجب على الجلسات ان تعقد حتى وان لم تحضر الحكومة وسووا مشاكل واصراخ وكذا وتكلموا على رئيس مجلس الامة السابق وعلى رئيس الحكومة السابق ان شلون انت وما تحضرون وشلون انت يا رئيس المجلس ترفع الجلسة بعدم وجود الحكومة مع انه دستوريا نقدر احنا نعقد الجلسات سبحان ربك نفس الاعضاء اللي كانوا يتكلمون بهذه اللغة في المجلس السابق ان شوهم في هذا المجلس يرضون على رفع الجلسة بعدم وجود الحكومة يوينكم يعني الانسان يجب ان يكون ذو موقف ثابت اما هذا التغير في المواقف معنات شيء اخر يدلل على اشياء اخرى شو تفسر ان اليوم النواب اذاك على كلامك انه كانوا يطالبون بعقد الجلسة بعدم حضور الحكومة واليوم تقول انه سكتوا شو تفسره لمو اقول هذا واقع امه سكتوا انت شو تفسره لم يتحدثوا كانت اذن مشكلتهم مع رئيس مجلس الامة السابق ومع رئيس الحكومة السابق وليس قضية دستورية والقضية لا احية وما شابه مثل ما يقولونها ابدا نعم كان عندهم مشكلة وكان يقولون رحيل الرئيسين قضيتهم الوحيدة كانت رحيل الرئيسين الحين انا ما قاعد اقول بان قضيتهم صحيحة وخاطئة بس قاعد يقول الموقف يجب ان يكون ثابت انت كنت تقول في المجلس السابق انه يجب ان تعقد الجلسات حتى وان لم تأتي الحكومة ونفس الشيء صار الحين ما قاعد تأتي الحكومة اعقد الجلسات يلا اشتغل اذا بالفعل كما تدعي انه دستوريا انت يستطيع المجلس وجهت نظرك انت دستورية ان المجلس يستطيع ان ينعقدون حضور الحكومة ولا لا شوف انا اقول لك في مجلس الفين وثلاثة عشر مجلس الفين وثلاثة عشر الحكومة في بعض الاحيان سوت في كم جلسة تذي انا فترة كنت في مكتب المجلس فالاخ مرزوق الغانم ايام ما كان رئيس مجلس الامة طلب من الاخوان المستشارين في المجلس ان نعطونا رأي حكومة دستوري هل يحق لنا ان احنا نعقد الجلسات بعدم وجود الحكومة فكان الرأي الغالب اختلاف كان بالاراء بس الرأي الغالب كان لا ما نقدر نحضر الجلسات بعدم وجود الحكومة وبالتالي مجلس الفين وثلاثة عشر مشه بهذا النهج لكن انا شخصيا ان تبين لي بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة ان الحكومة تستطيع ان تعرقل المجلس متى شاءت اذا ما تحضر وبالتالي لا من المفترض وان لم تحضر الحكومة ان يعقد المجلس جلساته بوجود نصاب الان هل هذا يوافق اللوائح والدستور ولا لا انا قلت لك هناك خلاف في الرأي بين الدستوريين انفسهم نعم يجوز او لا يجوز بس انا اقول المنطق يقول نعم يجوز لازم يكون المجلس يعقد ليش لانه مو معقول ان الحكومة متى ما شاءت تخلي المجلس يعقد ومتى ما شاءت تخلي المجلس ما يعقد لا ما يصح هذا اصلا بالتالي وجهة نظرك تغيرت اليوم وتأيد ان المجلس ينعقد ان نظر الحكومة انا قلت لك وجهة نظر السابق كانت بناء على اللي سمعناه من المستشارين في مكتب المجلس ومعا قلت لك كان هناك خلاف في رأهم لكن المجلس ارتعى ان خلص بما ان هذا الرأي وجود الحكومة هو الاساس نمشي عليه بس اعتقد خلال هذه الفترة وما رأيناه من صنع الحكومة في المجلس وايقاف جلساته هذا الامر لازم يتغير تغير الوضع يعني تغير نتيجة لسلوك الحكومة طبعا المقترح نفسه سيد اللي هو شراء القروض اللي هو الظاهر الخلاف هو عليه الان وجهة نظرك فيه ماليا انا شرحت وجدت نظر اكثر من المرأة بس راح اكررها مرة ثانية ماكو شي اسمه عدالة لا توجد عدالة في هذا الامر لان اصلا احنا في الكويت بعد الغزو مباشرة كان الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد رحمة الله عليه اخذ من القرارات اللي اخذها انه اسقط القروض على جميع المواطنين بما في القروض السكنية هذا كان وقته في كارثة غزو يعني كارثة ولا ما كارثة ما احد تكلم وقال والله هذا ما في عدالة الناس اللي ما عندها بيوت عطوها فلوس ماكو شي تلي احنا نعيش كارثة الان بس كارثة مقادرة الحكومة تستوعبها واللي يفهمها اللي يروح عند الناس ويسمعهم في دواوينهم وغيرها انا اعطيك مثال حي من اللي اسمعه من الناس واللي اشوفه بعيني شخص كويتي تزوج صار عند عيال اعطوه ارض وعطوه سبعين الف البيت ما ينبني بسبعين الف فاضطر انه ياخذ قرض اهوة وزوج تتاخذ قرض نفس الشي ويبنون بيت العمر مالهم فاجأوا والله البنت صار وقت زواج الولد صار وقت زواج اعيالهم تخلوا الجامعة يبون سيارات شافوا ان الامور تغيرت موذل ثمان كانوا متوقعين انه لا راح تمشي بيوسر فصار الضغط على الاسرة الضغط كبير جدا ماديا نتيجة للقروض اللي خذوها الان انت امام خيارين انا الكلام للحكومة وجهه امام خيارين اما انساعد الناس ما حد قالك تعال اسقط القروض ولاكو قانون قدم اصلا بهذا الامر الاقتراح بقانون ان يا حكومة تعالي انت اشتر القروض من المواطنين حتى تسقط الفوائد عن قروضهم والمواطن سيسدد للحكومة تماما مثل ما صار في صندوق الاسرة الحكومة اشترت القروض سقطت الفوائد ادفعوا الناس للحكومة المبالغ القروض الاصلية المبلغ الاساسي تستطيع ان تفعل هذا الحكومة وعندها ميزانية ما عليكم الحكومة اللي قاعد تسمع ما رئيسونه 14 مليار ما رأيك كلها حكومة فراغ وحكومة اعلامية الرقم اللي كانت تقال الرقم اللي قال الاخ صالح عاشور هو الرقم الصحيح اللي الحكومة قادرة على ان بالفعل تقوم فيه لكن واضح السيقال ان الرقم صالح غير صحيح لا رقم صالح صحيح مئة بالمئة حتى يحط المقترح دون ما يعرف القيمة يعرف القيمة وذكرها وقال انا هذه بناء على المعلومات اللي حصلت عليها من الاخوة في وزارة المالية لكن طبيعي اللي ما يبينفذ شيء طلع لك 20 شذبة ما عنده مشكلة وبالتالي اكرر تستطيع الحكومة ان تقوم بشراء مديونيات الناس تسقط الفوائد والناس بإمكانها تدفع للحكومة بأقصاط مريحة وميسرة حتى على اقل التقدير نرفع عن كاهلهم هذا التعب والشدة اللي قاعد تحصل عندهم في هذه الايام وكثيرا مشاكل حتى وصلت في بعض الاحيان الى الطلاق بين الازواج والزوجات ليش لان الوضع المالي اصبح لا يحتمل الحين ليش وصلنا تشديد لأخطاء ارتكبتها الحكومة بالسماح للبنوك باعطاء هذه المبالغ الضخمة من القروض للناس وورطوهم وبعدين الانسان بالنهاية ترى انت اكو اشياء اكو جزء ثاني شبير ناسين ترى المتقاعدين هذا المتقاعد قبل ان يتقاعد كان موظف وراتب زين وكان بامكانه يسدد اقصاطه مرة واحدة قتلت قاعد فصار الراتب بالنص فصار حتى لو يدفع الراتب باكمله للبينغ هم ما راح يوفي فانتهى في وقعت اوقعت الناس في مشاكل كبيرة جدا لا يمكن حلها الا بما قدم اقتراح بقانون بشراء مديونات الناس من قبل الحكومة فانت مؤيد لهذا مئة بالمئة ما تشوفه يعني يهدم الميزانية بهالحالة حسب ردود وزارة المالية يعني شراء القروض وانت كتبتها بتغريدة يعني قلت ان وزير المالية قال شراء القروض ستؤثر على ايرادات البنوك حيث ستحرم من العواد المنتظمة على تلك القروض فتؤثر معدلات الربحية وهذا سيؤثر على الاوضاع المالية للبنوك والاستقرار المالي انت رديت علي انا بس ما اردك على شوف ترغانك انا ثلاث نقاط سريعة الاول الحكومة وين قعد تحطوا فلوسها وين مليارات الدنانير وين قعد تحطوا فلوسها اللي ما توازي شيء لقروض المواطنين قعد تحطها في البنوك اش كتر قعد تاخذ من البنوك فوائد اقل من واحد بالامية اقل اقل من واحد بالامية وبعض البنوك يمكن ترح خشاش احنا ما ندل ما حد قعد يتابع يمكن احنا ما تطع الواحد تعطي الواحد بالامية فلا يتكلم لي على انه رح نغير بالميزانيات البنوك وامكاناته هذا الحكي مو صحي واحد اثنين والحكومة ش بتسوي الحكومة رح تدفع للبنوك فلوس نعم يعني رح تسد الدين بالكامل فتسقط الفوائد عاد بعدين انت بتعطي قروض حق اخرين حق مواطنين هذا الشغل شغل البنوك ومشغل نحن فبالتالي ماكو خسارة للبنوك ولا تغير شيء رقم ثلاثة انه ما عندنا ميزانية يا سلام عليك يا وزير المالية حق الناس ما عندك ميزانية حق المواطنين بس عندك ميزانية تدفع للدول اهني مليارين تحط في هذا البنك حتى البنك المركز مالها الدولة وحقها الدولة ثلاث مليارات وتعطي هذا منحة حقها الدولة وهذه الدولة بس لما انتي قضية المواطنين والله ما عندنا فلوس لا عندنا فلوس وخير ونعمة من الله عز وجل كثيرة لكن لما ما تهتم بالناس الله رح يخسف فيك فعلشان تذي أقول تركوا عنكم هاللعب في مشاعر الناس عطوا الناس اللي تستحق لأن كل الأموال اللي بالكويت هي ملك للناس للمواطنين للكويتيين فهذا حق من حقوقهم لا تسووا لسالفة ما عندنا وكذا بعد انتهى جوزة القروض قلت انتهت المسرحية الخاصة بشراء مدينيات قروض المواطنين بعد أن قرر سلجنة المالية السحب تقريرة كما أراد لها المخرج ننتظر فقط ما سيحدث في الاستجوابات لأنها فيها بصيص من أمل بجدية مقدميها ليش وصفت المقروض بأنها مسرحية؟ أنا علمك ومن هو المخرج؟ الآن نخلي المخرج مهم ضروري أنا علمك طالعام انت شفت كان هناك يعني تسارع في أن تقوم الحكومة من قبل النواب تسارع في الضغط على الحكومة أن تقوم الحكومة بشراء مدينيات الناس وتسير عليهم وتهديد أيضا بالاستجواب إن لم تقوم الحكومة بذلك وحيل دفع بهذا الاتجاه بقوة مرة واحدة تغير كل شيء ولا المالية تقول والله إحنا راح نأجل شوية نشوف نأجل النظر في هذا الأمر إلى إشعار آخر اللجنة المالية اللجنة المالية نعم صار يعني الناس كانت تنتظر منكم بالفعل استمرار في هذا الضغط شنو التغيير اللي صار بس الحلو الآتي اللي بقولك يا الحين نتيجة لأن الناس فهمت أكوش لعبة أكو شيء سيناريو معين تخريجة معينة الناس فهمت فبدأت تضغط مرة ثانية على أعضاء مجلس الأمة وخصوصا اللجنة المالية فأني أيضا اللجنة المالية راح تغيرت مرة ثانية لا خلص إحنا الحكومة ستحاسب وكذا فلذلك الضغط الشعبي بالفعل أثر وقصدي من المخرج أنا أعتقد الناس تعرفه بدون لا أقوله منه؟ الناس تعرفه منه المخرج من عرفه الحين؟ كله واحد الناس راح تعرفه داخل المجلس ولا بره المجلس؟ داخل المجلس طبعا بره المجلس ما لا شغل هو الشغل كله داخل المجلس والمطبخ الرئيس بالداخل أنت لما تغير الطبخة كل شي يتغير المخرج شنو هدفه؟ هذا الناس تحاسبه بالنهاية أنا مو شخص أقدر أحاسبه شخصيا لا ايه حق مرة ثانية لما نصير انتخابات يعرفون أن صاحبهم واللي كان وعدهم في شيء ما لتزم هذا يحاسبونه الناس تحاسبه بعده بس تشوف القرض منه سياسي كان 100% في البداية لا كان ضغط زين من قبل الجميع دون استثناء لكن فيما بعد تبين أنه أكو شيء سياسي في الأثناء بس ملكل طبعا لا أكو مجموعة من النواب استمروا مجموعة من النواب حقيقة يعني نقف لهم احترام وتقدير على موقفهم الذي لم يتغير في قضية القروض حتى وإن كان هناك موقف للجنة المالية لكن لم يتغير بس اللجنة المالية لم يصار فيه نوع من المقايضة زيدوا الرواتب زيدوا القروض وحطوا بعض القوانين فبالتالي صارت نوع من المقايضة على أساس أن أسحب المشروع هذه المقايضة تشوفها جيدة سياسيا بعض السياسة أخذوا عطا ولا لا شوف أنت لما تصير على موقف واحد اثبت عليه لا تغيره لأنه من أنت ما تغيره الناس تشك في موقفك هذا ليش صار؟ بعدين لما تطلب لا تطلب 15 شيء ركز على شيء واحد نعم حتى يصير بمقدور الحكومة نتسويه لكن لما تقول بحق الحكومة والله تعالى وزيدوا الرواتب زيدوا المتقاعدين خلوا بيعوا الإجازات ما يصير الشذي أنت تعرقل المشروع بأكمله نعم أنت تركز على شيء واحد وتلزم الحكومة بقانون قانون تلزم الحكومة بقانون مثل ما قدم وهو قانون إشراء المديونيات وقلت لك ماهو صعب على الحكومة ولهو صعب على الميزانية لكن الحكومة ارتأت بأن هذا نوع من التحدي اللي ما تقبلها من قبل المجلس وهذا اللي صار نزين قلت أنت بتغريدة قبل شام يوم سيدنا مع الاحترام لمجلس الأمة الحالي إلا أن أولوياته تعارضت ومصالح بعض النواب ولم يستطع أن ينجز شيء لمصراحة الوطن والمواطنين فهو ليس في مستوى ضموح الناس ومع التصريحات النارية التي يطلقها بعض النواب في العلن إلا أنها جعجع براطحين والعجيب أنه خفتت في هذه المجلس أصوات كثير من النواب وقفت بالبداية بالبداية كانت بس بعد خلص وقف كل شيء وقف ما سمعنا أولويات ولا سمعنا تحرك ولا شفنا شيء وعلى الأقل أنا أعرف هذال النواب اللي اجتمعوا وقعدوا في المجلس تمليله حتى يستجدون موقف ضد المجلس ضد رئيس المجلس وضد رئيس الحكومة نعم ليش ما يكررون هذه المواقف الجيدة الآن حتى يلزمون الحكومة تغير تحضر الجلسة ويقدمون ما في منفعة الناس ليش شنو تغير شنو تغير علم الإنتاج شنو تغير أحد الخلافات كان ما يبقى رئيس المجلس هو هذا يعني إذن القضية مو متعلقة أنا ما أتكلم عن الجميع أنا أتكلم عن أفراد القضية مو متعلقة إذن بمصلحة مواطن ومصلحة وطن هي مواقف سياسية أنا ما أبيها الرئيسين فأسوي كل ضجة أقدر عليها أسويه حتى أشيل هذال الرئيسين يمكن موقفهم الذية الفترة صحيح الله العالم أنا ما أتكلم أنا ما أنتقد بموقف بس أقول ليش ما يصير الحين نفس الشي ليش ليش مواقفكم هذه الجيدة في تلك الفترة من وجهة نظركم ما تتكرر الآن مع أن الحكومة أصلاً لقعد تحضر جلسات ولا تي جلسات ولا لها شغل بجلساتكم وكاشتب المجلس يتقدرون نسوي نفس الشي بس ليش ما قاعد يصير هذه الموقف السياسية اللي عادة أن تكون على حسب المنافع وليس على حسب مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين مع الأسف الشديد رأيي الشخصي في أنت كنت يوم الأيام رئيس اللجنة المالية وبعدين تم إبعادك عنها بعدك أعتقد فيصل الشايع أستلم فيصل الشايع صحي ليش تم إبعادك اللجنة المالية وليش يختير فيصل الشايع ليش يختير فيصل الشايع رئيس ديوان المحاسبة وما أخترت أنت مثلا ديوان المحاسبة لأن في مجلس 2009 اطلعت قرارات قشرة من اللجنة المالية أنا أذكر بس في تغريدات كانت تكتب لناب السابق خالد السلطان ورغم الخلاف السياسي معك لأنه كان يمتدح فترة رأسك لللجنة المالية وأشات فيها أكثر مرة لكن السؤال ليش يبعت قلت لك في مجلس 2009 اللجنة المالية قدمت اقتراحات بقوانين حقيقة يعني كان لها وزنها وثقلها منزين منها قانون الوكالات التجارية منها قانون غرفة تجارة وكثير من القوانين اللي بالفعل كانت يمكن البعض يتضرر منها منزين وبعضهم كان عنده دالة على الحكومة يعني عنده تواصل مع الحكومة يؤثر على الحكومة وبالتالي كان ليس من مصلحة الحكومة أن يرجع مرة ثانية دكتور يوسف رئيس لللجنة المالية لأنه قد يضر ولا ينفع لهم لهم هم يعني أما على مستوى المواطن على مستوى الوطن لا احنا نعرف شغل نشكة عن نسويه وندري شنو الفائدة فيه وبالتالي كان هذا هو السبب الرئيسي للحكومة في تلك الفترة يعني هي ومن كان معها أصروا على عدم التصويت للبس أكو موقف ودي أقوله كمان اللي صار أني أنا والمرحوم خلف دميثير كنا متساوين بالأصوات في آخر رقم منزين فأنا قمت وقلت حق الرئيس الأخر الرئيس أنا أتنازل يعني ما يحتاج تسوي مرة ثانية تصويت ولا أتسوي قراء أنا أتنازل للأخ الفاضل خلف دميثير رحمة الله عليه ليش تنازل كنت معترض على الحكومة على تصرفها يعني مزين فالمرحوم خلف دميثير جزاها الله خير الجزاء قام واعترض على اللي طلبته قال أنا لا يمكن أسمح أنه واحد مثل إمكانات دكتور يوسف وشخصية دكتور يوسف اللي أثبت وجوده في اللجنة المالية أنه بالفعل نفعها أني أنا أخذ مكانه ما أسمح لنفسي أن يسوي شيء فالأخ الرئيس أنا ما رح أسوي اللي قاله دكتور يوسف بس أنا كنت مصير طبعا أني أنا ما أدخل اللجنة المالية وأنا ما دخلت وبعدين هو دخل حسيت أنه خلاص أن الرئاسة رايحة منك وقتين مو على الرئاسة أنه أكون رغبة بعدم وجودي في اللجنة المالية قلت لك أنا صرت بالأخير مع الأخ المرحوم خلف دميثير وبالتالي شفت بما أنه هو هذا التوجه قلت أنا أوخر أحسن إنسان لينظر تنظر اليوم اللجنة المالية من المقترحات غير القروض غرفة تجارة الغاء الوكي المحلي المتقاعدين وزياداتهم ممتاز جيدة توجهها توجهها ممتاز وأنا أتمنى أن يستمرون بهذا المالية لا أنت توجه توجهها ممتاز في الثلافة لأن فعلا توجهه ممتاز وللتوجهه ممتاز تبين تصادمون مع الحكومة لا والله لا والله لأنه أصلا هذه القوانين كل قوانين كانت معروضة بال2009 ترى ما نمفذت لأنه أصلا المجلس حل أول ما قدمنا شوف يكون بالك والبال المشاهدين عندما قدمنا قانون الغرفة وقانون الوكالات تجارية ما ظل المجلس أسبوعين انحل بسرعة انحل لأن لا أحد يرغب من الناس اللي تعرفهم أن هذه القانونين يقرران في المجلس الغرفة لما كنتوا تقررون على طول انحل المجلس على طول على طول شوف حتى الوكالات تجارية حتى الوكالات قانونين طلعوا من اللجنة المالية راح للتصويت في المجلس زين أول ما راحوا للمجلس ما طول أسبوعين المجلس انحل انحل يعني مم ولذلك مؤحدهم ممقدمين خطة حمر يعني ممقدمين الحين القانون ما الغرفة وما الوكالات نعم إذا لم يحل المجلس قبل إقرار هذين القانونين قول ما قال لسيد يوسف استحيل لك أكو توجه ان أشياء ما تقر حتى لو كان هذه طلبات المجلس وطلبات اللجان وكذا هذه الأشياء لازم ما تقر بأي طريقة وإن شاء الله تقر أنا أتمنى من الله أن تقر القوانين اللي قدمتها اللجنة المالية قوانين حساسة ومهمة وضرورية لكن أكو جهة في البلد تمشي من هذا اللي قلتها أنت فبتعتقد أن قانون غرفة تجارة اللي موجودة لأن يرى النور لأن يرى النور ولا الوكالات تجارية ولا الوكالات تجارية لأن أنت قلت لك هذه القوانين القشران يحتاجون بالفعل إلى مجلس قوي يستطيع أن يدافع عنهم دون أن يحل أوكي في كان معلنة سياسة جديدة للصندوق الكوتي للتنمية في منح القروض ماشيين مع المواقف السياسية أعلن أنه في دول الخارجية وزر الخارجية أننا صرح أن الكويت لها دور إنساني يجب أن نحافظ عليه ولكن أيضا يبدو بعض المواقف التي يمكن عليها خلافة أنت قلت لا يجب أن تكون القروض للقروض الخارجية بناء على تسويت مجلس الأمة فقط أما إذا تم استثناع تصويت الدعم السياسي فسنرجع للمربع صفر كما كان سابقا شوف هذا رأيي كان قديم من زمان أن لا نسمح للصندوق الكويت للتنمية أنه هو يعطي قروض لا نسويها ليش؟ ليش؟ لأن من يأخذ القرار؟ من يأخذ القرار؟ أن الصندوق يعطي ولا ما يعطي؟ من يأخذ القرار؟ فرد أو أفراد؟ أنت لما كدولة كدولة تبتقدم قرض أو تبتقدم منحة أو تبتقدم مبلغ لدولة معينة لازم أكو أسباب من يقيم هذه الأسباب إذا كانت صحيحة ولا لأ؟ عندك أنت برلمان منتخب من قبل الناس فخلي الناس كلها دور في هذا القرار ليش أنت تعتمد على اثنين أو ثلاثة هما يقررون من يعطون؟ بعدين أنت شايف أسماء الدول للكويت قاعد تعطيهم هذه القروض أسماء دول ما أنزل الله بها منصور ما ندري وينها أصلاً ممكن تحتاج تصويتها في يوم الأيام موقف دولي تستفيد منها تستثمرها سياسياً دبلوماسياً نزين؟ بس ممكن لها بالفلوس تحتاج أن تكون دبلوماسي جيد كون على مستوى الدبلوماسية خارجية جيد الناس يتقبلك ما تحتاج أن تدفع فلوس بس الدول بعض الدول تنظر لنا صندوق كاش مثلاً فتبي لا يوجد أن تستثمرها ما يوجد شيء هذا شيء قديم بس الآن هذا الكلام اللي قلته طبعاً مجلس الأمة هو يقدر يقرر إذا كان هذا ينفع لكويت ولا ما ينفع لكويت ولازم واحدة أو ثنان يقررون المجلس يقررون أنت أنت كحكومة قدمي شنو الأسباب خلي المجلس يناقشها إذا قال إيه إيه لا يكون هذا ما يعني بالنهاية لم يقلت لك المجلس هو رأي المواطنين نعم أنت ليش مراضي تعطي المواطنين قرار إلا تأتبئ أنت حق روحك أنت مصحيح فلذلك ما قدمه الأعضاء صحيح مئة بالمئة ويجب على الحكومة لا تقدم دينار لأي جهة إلا بعد ما تأخذ موافقة مجلس الأموة بالتالي ما تعتقدنا المجلس ممكن يتأخذ قرارات قد تكون شعبوية ضرب مصالح لكويت الخارجية لا هذا ما فيه ما فيه أنت أنت بالنهاية هذه ثقة الشعب المجلس هو ثقة الشعب بالنهاية فلازم تنثق فيهم سيد كرجل أكاديمي دكتور في الجامعة اليوم الذي صار فيه إعلان عن حالات رهيبة من حالات الغش هذا يتوقع من المسؤول عنه وليش وصلنا إلى هذه المرحلة يعني قبل الغش موجود لكنه مو من الحالات هذه هل كان لأنه مو مصلت تضع عليه وبعدين مرة واحدة اكتشفوا الحالات ولا لا فيه خلل صار عندنا شوف الخلل في أنه لم يتم اتخاذ إجراءات في من بدأ بالغش بالسابق نعم يعني أنت لو يبتدي واحد يغش وتقوم بأجراءاتك اللي أنت عندك إياها بالفصل بحرمانه من الدراسة بسجنه بما أدري شنو هو القوانين المرتبطة بقرائر الغش هذه لأنه لم تطبق ولم تنفذ فاستسهل الناس القضية يسأل والمشكلة الأكبر مو جذي أن أولياء الأمور هم موافقين على هذا الأمر وهم يساعدون الأبناء فأنت قعد تنشئ جيل يعتمد على الغش في عمله أنت اليوم إذا سمحت لأنه يغش في الدراسة باشر حتى في عمله يغش باشر حتى إيدي يمده على ما لا يملك وبالتالي أنت أمام ظاهرة خطيرة جدا يجب أن يتخذ إجراء فيها سريع ويمكن الرئيس اللجنة التعليمية لما اندع الحكومة للحضور لمناقشة هذا الأمر ما حضرت والحكومة ما حضرت هذا بروح دليل على أن الحكومة لا تريد أن تحل مثل هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع وبالتالي أنا من الناس اللي أدعو إلى أن هذه الحكومة تتغير لأن لا تستحق الاستمرار مع استرامل التقدير لهم لا لأن الحكومة مستقيلة سيدة لا مستقيلة بس قاعد تقوم بالأمور المستعجلة وهذا من ضمن الأمور المستعجلة التي يجب أن تناقش إهيوا الشهادات المزورة أنت ملاحظ أن الشهادات المزورة يعني سكت عنه خلص مع أن أنت كما هي الحكومة كانت تدعي في تلك الأيام أنه أكو آلاف من الشهادات المزورة في الوسط الكويتي لا أنا يقول لك يمكن أن أعدله القوانين فبالتالي ما راح يصير في شهادات مزورة أما السابق يمكن حسن قانون لا بيصير كذلك تزوير تزوير أنت شهادة منزورة شهادة منزورة قبل وللحين فعدم اتخاذ الحكومة لأي إجراء تجاهها أن سواء كانت تجاه الغش أو تجاه الشهادة المزورة هذا يدلل على عجزة وعدم إمكانيتها تنفيذ القانون وأنا حقيقة دائما أقول يعني أنت أقسمتوا بأله وقلتوا بتنفذون قوانين وبتنفذون دستور فلما أنتك مثل هذه القضايا اللي هي مخالفة للقانون وإنت ما يكون لك دور في أنك تمنعها وتوقفها أو على الأقل تنفذ القانون بما يقوم بمن يقوم فيها شلو أنت تقول أنا أقسم بالله العظيم تشوف ما في جدية من الحكومة لا أرى هناك أي جدية أبدا أبدا حلها شنو حلها أن تأتي حكومة على مستوى طموح الناس تعمل كفريق واحد لا هو تغيير سلوكي تنفذ القانون قانوني تحتاج قانون أو سلوك لهم حاربة الغش بس أنت طبق الغانون أنت طبق الغانون كل شيء مش صح بس لأنك أنت ما قعد تطبق الغوانين وبالتالي الجزاءات التي يجب أن تطبق على من يخالف هذه القوانين لا تطبق بما أنه لا تطبق فإذا أمر طبيعي أن الناس تستمر فيها وتزيد منها وهذا اللي صار عندك ولو ذمتك في قروبات واتساب وابتحانات يعني يطلعونها من مواقعها ويوزعونها في الواتساب وحتي خربط ما شو نصير شو نصير في بلد يحترم القانون ويحترم تنفيذ القانون ما يصير زين جامعة لكويت اليوم دائما نسمع خلاف لا تعيين في المناصب أو تعيين مدير الجامعة أو غيره لهذا صرح أكاديمي يعني الخلافي مقبول والتوجه تشوفه زين ولا لا شوف أي صروح الأكاديمية المفروض تعزل عن التدخلات السياسية ما يصل لها موقع سياسي غلط من زين مشكلة جامعة الكويت أن الميزانية تحددها الدولة مرتبطة في لجنة الميزانيات في مجلس الأمة وبالتالي أمر الضغوط هذا أمر طبيعي يصير على مدير الجامعة على نواب المدير إلى آخره يجب دائما أن نعزل جامعة الكويت عن الخلافات السياسية والتوجهات السياسية يشكل لنا مقادرين للحين أن نوقف هذه مقادرين نتيجة لأمر ما وقالت لك بما أنا أنت خليتها تحت مظلة وزير التربية والتعليم العالي وتابع للحكومة والحكومة عندها مواجهات مع مجلس الأمة فأدخلتها في المعترك السياسي اللي أنت فيه هذا واحد الثانين شوف في جامعة الكويت خصوصا جامعة الكويت لأنه ترضى أنت معيد عضو بعثه أنت بتروح تكمل دراستك ممثل المواقع الأخرى ترى أنت ما تقدر على كيف تختار الجامعة في الأقسام العلمية تحدد مجموعة من الجامعات تروح تختار واحدة من هذه الجامعات اللي هي على مستوى كبير جدا في الخرجين اللي يون لجامعة الكويت هذال على مستوى علمي كبير ما هم ناس عادين بس وين يدخل وطون لما يدخل في دوامة الصراعات السياسية في موقع المناصب القيادية ليش الناس تركض على المناصب القيادية ليش لأن هذا إذا صار في هذا الموقع سنتين ياخذ سنة دبل سلري راتبين من زين ويتفرع يروح أي جامعة يسوه أبحاثه أربع سنين يعطونا سنتين راتبين ياخذ دبل سلري وسنتين يروح ما يبي أي جامعة أيضا يسوه أبحاثه يسوه كذا فأنت لما تعطي هالمحفزات تخلي الناس تطمع في هذه المواقع وبالتالي يتخلي البعض البعض اللي هو يهم الراتبين واللي يهم الموقع في جامعة الكويت هو الموقع القيادة في جامعة الكويت أمر طبيعي يروح للناس في مجلس الأمة يراكض وراهم أبي هذا المكان حاولوا فيه سووا وانت تعال ببعض طريقة البعض في هذا الاتجاه سيد قبل كم يوم لما صار الأمين العام للمجلس الأمة وما قدم استقالته وصار في كلام خلاف سياسي يعني أن البعض كان يأيد وأنه لازم هذه الحقبة السابقة تترك المشهد البعض كان يتكلم لأن ما حصل هو غير ما هو قانوني وتم حرمانه مثلا من الاستفادة من كافات القيادين أنت كتب تغريدة تشيد فيه ليش كنت تشيد فيه وكنت تتمنى استمراره أو لا الأخ اللغاني الأخ اللغاني كان معانا فيه من سنين يعني من سنة 2003 في المجلس الأول اللي أنا كنت فيه والثاني والثالث والرابع كان معانا كان من موظف يعني وتطور في عمله أولا الرجل يفهم عمله مئة بالمئة وصاحب خلق جدا دمث الأخلاق ورائع في التعامل الحقيقي ولما صار طبعا لما كان الأمين العام السابق اللي هو علام الكندري موجود هو كان يقعد بجانبه وهو في بعض الأحيان وهو يكون يعني يعمل عمل الأمين العام في عدم موجودة في عالة عدم موجودة فكان ناجح بجميع المقييس بكل المقييس كان رجل ناجح فلذلك أنا تأثرت لما سمعت مؤخرة أن هناك خلاف دب بينه وبين بعض الأعضاء في مكتب المجلس وكان هذا سبب أنه يعني يطلع من الموقع اللي هو فيه فتأثرت كثير يعني شخصية مثل هذه اللي تدرجت في السلم الوظيفي إلى أن وصلت إلى هذا الموقع يتم التنازل عنه بهذه الطريقة ما أعتقد كان صاد طريقة صحية تشوف أنه فيه خلاف خلاف زين الآخر سؤال بختم فيه سيدو بعجالة في السابق في أي مجلس تشوف فيه فريق يكون مع الحكومة فريق آخر معارض الآن الفريق المعارض إما يكون معارض لنا معارض أو يكون معارض لمصالح الفريق الحكومي إما يكون مقتنع بموقف الحكومة أو يكون مستفيد من الحكومة اليوم المشهد هذا اختلف يمكن آخر استجواب اللي كان وزيرة الأشغال وزيرة الكارب ما في وزير ما في نائب يدافع عنها ليش الميزان اختل؟ الميزان اختل لأن الناس الآن قاعد تفرض سببين الناس قاعد تفرض على النواب أن يكونوا دائما باتجاه المعارضة لأن حسب ما يبدو أن المعارض لموقع في قلوب الناس يبون الناس دائما معارضة خاصة أن الحكومات مو على مستوى طموحة وبالتالي ما يبون أحد يوقف مع الحكومة فلذلك اللي يوقف مع الحكومة في الانتخابات اللي بعدها يخسر فلذلك صارت توجه شدي من قبل النوبة الناس فرضت شدي طبعا توجه الناس لأنه قلت لك ليش صار عند الناس هذا التوجه لأن الحكومات اللي صارت تأتي غير قادر على أن تلبي طموحاتها غير قادر على أن تنفذ ما فيه رفع لشأن الكوات وبالتالي أنا ليس أوقف مع الحكومة اللي فشلت في أن تقدم شيء للبلد وبالتالي الناس أصبحت تطلب من النائب أو من المرشح النباشر إذا وصلت إلى مدس الأمة ما نبيك ترد توقف مع الحكومة وتدافع عنها لا نبيك تكون معارض لها لكن بعض الأحيان يمكن الوزير عنده مواقف صحيحة بس قلت لك هذا توجه عام صار ولازم الناس يكون لها هذا الموقف وبالتالي تشوف الأغلب متوجه باتجاه المعارضة وليس باتجاه التوافق مع الحكومة مشكور سيد لحظرك معنا إن شاء الله نلتغي في لقاءة أخرى على خير شهد الكرام والصنع الختام لكم الناطب المناولى لقاء شهد الكرام والصنع الختام لكم شهد الكرام والصنع الختام لكم شهد الكرام والصنع الختام لكم ترجمة نانسي قنقر